تجلى بالتنزيل أبصاره ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هذا كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنا أقرأه عليكم من نهج البلاغة الشريف وهذه الطبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 148 من الخطبة 150 الخطبة الخمسون بعد المئة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن فتن زمان الغيبة الطويلة لا أريد أن أقرأ النص لكامله يتحدث عن إمام زماننا وماذا يفعل في غيبته ومن جملة ما يقوم به إمام زماننا هو أنه يشحذ بعضا من شيعته إنهم المخلصين والمخلصون من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه هؤلاء هم رواة الحديث المخلصون والمخلصون البعض منهم يصل إلى هذه الدرجة إلى درجة المخلصين على أي حال المخلصون والمخلصون هذا هو حالهم هكذا يفعل بهم إمام زمانهم ثم ليشحذن فيها قوم قوم من شيعة الحجة بن الحسن ثم ليشحذن فيها في زمان الغيبة في الغيبة الطويلة ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل كما يشحذ الحداد السيوف القين هو الحداد ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل ماذا يفعل بهم إمام زمانهم تجلى بالتنزيل أبصارهم أبصار عقولهم وقلوبهم تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح تتنزل الحكمة المهدوية عليهم صباحا ومساء مثل ما أمرونا أن نتوقع فرج إمامنا صباحا ومساء هؤلاء المخلصون والمخلصون في انتظار إمام زمانهم صباحا ومساء وهم المرابطون يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا هم المرابطون الذين ترابط عقولهم وقلوبهم وضمائرهم ووجدانهم صباحا ومساء مع إمام زمانهم هؤلاء هم الذين تجلى بالتنزيل أبصارهم من رواة حديثهم المخلصين المخلصين لا من هؤلاء الأغبياء من مراجع حوزة الطوسي الذين لا يفقهون شيئا من معرفة إمام زمانهم ولا حتى ما يرتبط بأحواله وشؤونه وشؤون غيبته وظهوره ما أنا عرضت الحقائق والوثائق بين أيديكم تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح صباحا ومساء يغبقون يسقون بالحكمة عند المساء والصبوح عند الصباح فالحكمة تتنزل عليهم صباحا ومساء هؤلاء هم الذين يروون الحديث المهدوية والذين سينجون بأنفسهم وتنجو الشيعة التي استمعت إليهم بسببهم هؤلاء هم أما أولئك الذين يضعفون حديث أهل البيت عبر قذارات علم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام وأمثال هذه الزبالة هؤلاء هم الذين يحدثنا عنهم أمير المؤمنين أيضا مثلما حدثنا أمير المؤمنين في نهج البلاغة عن الذين يغبقون بالحكمة مساء ويسقونها صبوحا صباحا ومساء كذلك يحدثنا أمير المؤمنين عبر تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه علي ومرارا وكرارا قرأت هذه الكلمات عليكم وأعيد قراءتها لأهميتها هذا كلام أمير المؤمنين يحدثنا به إمامنا الحسن العسكري طبقوها على الواقع وقارنوا بين كل هذه الحقائق واجمعوها إلى كل المعطيات التي عرضت خصوصا في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة لماذا؟ لأن الحلقة اليوم هي تكملة لحلقة يوم أمس أمير المؤمنين هكذا يقول يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا والمعتقدين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي لماذا هم أصحاب للرأي لأنهم لا يحفظون الحديث ولا يحبونه ولا يدركون فهمه فيلجأون إلى هراء النواصب وإلى هراء أمثالهم من الذين سبقوهم من الأغبياء والثولان من آيات الله العظمى من آيات الشيطان العظمى ويعودون إلى هراء أنفسهم يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن يضعفون الأحاديث لأنهم لا علم لهم بتلك الأحاديث مثل ما رأينا في الفتاوى الضريطي للمرجعية الخريطي ما عرضته عليكم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة هؤلاء هم أعداء السنن إياكم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها لاحظتم كيف يشرحون الأحاديث هؤلاء الأغبياء وأخذنا إسحاق الفياض الذي يفيض غباء وقذارة وحقارة وجهلا وبعدا عن إمام زمانه لاحظتم كيف تنطبق هذه الكلمات عليه وعلى نظرائه على الذي جعله الأعلم وعلى الباقين من أمثاله هذا الذي جعله الأعلم لو لم يكن ممثلا له لما جعله الأعلم لاكتشف جهله واكتشف جهالته واكتشف سفاهته لكنهم على حد سوى في الجهل والجهالة والسفاهة إياكم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا هؤلاء مقلدوهم من عامة مقلديهم رجاء أعرضوا لنا الوثيقة الديخية فإن الوثيقة الديخية تشرح لنا بنحو عملي هذه العبارة فاتخذوا عباد الله خولا أعرضوا لنا الوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسمان واحد قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قل لنا أخر بابل ما توصل للنوبة إليها قال توصل أطمئنن تركبهم يعني بش إش يعلم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأحلام أخبر خمسة قال لي مستعجب مش دارها قولنا تركب يعني خلاغة أغميشيني كما تكون خلاغة أغميشيني تركب أغميشيني وكان حالة أسنو فقوش ديخ تعرف ديخ فقوش والنص عباردة كنا على ثقاء وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسمان عرضها قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومش تركب أغميشيني لا مو علم إجمالية هذا هو واقع الشيعة لا هو الواقع الشيعة هذا هو الله هذا هو واقع الشيعة موسيقى انتهكوا الحرمة بعلمكم استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم أعظم بلد بالعالم انتوا بهالحين بشنو أعظم اسمع أعظم بلد بالعالم انتوا بهالحين يلون خطوطه ويصنع الجبارين يظلموكم وانتم عليهم راضين يظلموكم وانتم عليهم راضين ركبوكم باسم الشرع والخدع ديني وتالي حصرنا يا الربع ديخي يا ديخي ركبوكم باسم الشرع والخدع ديني تالي حصرنا يا الربع ديخي يا ديخي بهذا الوضع وادي امرضة بس احنا نادي احنا نادي واحد اشتركوا في القناة شكرا